اه اه تمام يبقى احنا كده اه يبقى احنا كده قولنا ايه دي النقطة الاولية فانت لو انت لو انت لو مشكلة الحياة نفسية بس برضو في حاجات بقى في الطب يعني مثلا لو انا جاليا حد والمشكلة عنده ما طلعتش عضوية يعني ما عندهوش مرض عضوي بكتب له بعض الفيتامينات اللي بتريح الاعصاب. ايه الفيتامينات اللي بتريح الاعصاب? فيتامين دال. لا 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 لك يا دكتور احمد انا كانت اخد فواتح شهية كثير بس هي اسروا عليه نعم كتير. ام. تمام يعني اضيها نوم فما حبات الموضوع كان هيك تبطر اعصابي من انطبط طلط الهيلو الساكلة. اه والله بصي مايش انا مش بكلمك عن فواتح الشهية انا هقولك على هقولك على مثلا فواتح الشهية الطبيعية برضو علشان نمرت بغض. ام. فواتح الشهية الطبيعية ممكن بعض المشروبات انت ممكن تدخلي بعض المشروبات الطبيعية وبرضو مش هيكون لها تأثير منون زي الادوية اللي انت ممكن تاخده. يعني مشروب مشروب او زي ما بيقولوا بقى. مشروب مشروب الينسون الحلبة الكروية ديت مشروبات كده انت ممكن تخليها تبقى موجودة في البيت عندك ديت مشروبات بتفتح الشهية عندنا فممكن احنا مسلا رياكم نستخدمها. لا والله الحلبة ذكروها كتير. مم. الحلبة ذكروها صحة. تمام يبانتي كده احنا عارفنا كده بالنسبة له الحاجات.